اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام عبر قناة الاردن اليوم في حديث اليوم في يعني استضافتنا اليوم استضافتنا الطبية نحن نتحدث انه في الاون الأخيرة يعني في طب تجميل الأسنان الناس انشغلت كثير في تجميل الأسنان بين الفينيرز والقشور الخزافية وما الى ذلك الحديث حول هذا الموضوع ووصولا الى يعني باحدث التقنيات لتجميل الأسنان وايضا البوتوكس والفلر والميزوثيرابي مش عمل اخبط في التعبير عنه او في المصطلح نحن نحدث مع الدكتورة حول هذا طب الأسنان خبيرة طبعا هي الدكتورة يعني طب الأسنان والوجه تجميل طب ووجه والأسنان اهلا وسهلا بك دكتورة سماح ابو جلالي اهلا بيك اعطيك العافية اللي دكتورة صباح الورد بداية نحكي عن طب الأسنان صراحة في الأولين الأخير نتشارك كثير في أطباء أسنان ونصرتك عم بتحب انه تعمل الفينيرز والقشور الخزافية انت رح تحكينا طبعا تشرحين عنهم أكتر بس بداية يعني نحن قبل ما نعمل أسناننا او قبل ما يجيك المريض يعمل أسنانه فيه آليات يعني علاجية لحتى نحن نحافظ على أسناننا قبل ما انه نحن مثلا نشتغل فيهم جماليا ما هي هذه الآليات هلا هو آليات علاجية هي أهم شيء أهم من موضوع تجميل الأسنان أهم شيء العلاج يعني قبل ما يفكر الواحد انه أنا بدي أجميل أسناني مثل ما ناسك كتير بيجي بقوله بس بدنا نضبط اللي قدامه اللي ورا خليله بعدين نعم هلا علاج الأسنان وصحتهم علاج اللثة ينتبه للثته اللثة مثل التربة هي اللي حاملة النبتة إذا ما صلحت اللثة قد ما تعالج أسنانك أو تجميلهم رح تخرب كمان الطوحين أو الأسنان إذا فيها تسوسات كمان نفس الشيء أدنى الواحد يعالج أو إنه يجمل ما رح يكون لإشي دقيق سعي في كتير ناس أيضا ينتهامن في موضوع أنه لبعد شوي مش كتير الطوحونتي عم يتوجعني مش كتير أسناني عم يتوجعوني هلا هو الواحد نابسة لعندما يصير الوجع لأنه في ناس أصلا بيضرب عصب السن هم لسه مش حاسين الناس بيختلفوا طبيعتهم عن بعض فهو المفروض أنه الشخص يلتزم بالشيك أب كل ست شهور بالكتير ماكسمم يعني في زيارة طبيب الأسنان حتى تنظيف الدوري المفروض على الأقل على أقل تقدير مرتين بالسنة تنظيف اللثة إزالة التكلسات اللي هي أصلا بتسبب تراجع اللثة بتسبب مشاكل كتير حتى بتسبب فقدان الأسنان فالمفروض الواحد أنه يهتم بعلاج الأسنانه بشيك أب باستمرار قبل ما يفكر بأنه يعمل تجميل الأسنانه يعني ممكن كمان أشياء البسيطة اللي نركز عليها اللي هو أنه نحنا كيف نفرش أسناننا في كتير استخدامات خاطئة يعني مثل ما رحنا متعارف على في بزة كيف نحنا نفرش أسناننا وكم مرة أيضا هلأ هول مفروض ثلاث مرات على أقل تقدير مرتين مرة الصبح ومرة المساء وبالنهاية أهم شيء المساء لأنه فترة قبل النوم لما الواحد يفرش أسنانه قبل ما يناع فترة مع الواحد نايم سبع تمن ساعات إفرازه اللعاب بيقل كتير فما بيكون فيه تنظيف دوري للفم فبتزيد البكتيريا فخلال هالفترة هيكلها بيتجمع بيكون صبح الواحد أسنانه نعم محويات يعني على دكتور دايريك طيب دكتورة يعني إذا من نحكي أيضا يعني أكيد بيجيكي أنه مرضى في مشاكل بيواجهها خلقية يعني وفي مشاكل مكتسبة يعني من طبيعتهم وأيضا من صنع أيديهم أيهما يمثل يعني أو يشكل خوف أكبر أو مشكلات أكبر لدى المريض هلأ خوف أكبر أو مشكلات التنتين بيعملوا مشكلات يعني إذا الواحد انخلق أنه أصلا عنده مثلا الكراودينج أو أنه عدم استفاف الأسنان عدم استفاف الأسنان على فكرة مش بس أنه مشكلة شكلية أو جمالية هي بتساعد على تراكم الترسبات والكلس أكتر لأنه بيصير صعب التفريش فهون هو كتير مهم إشيء أساسي أنه يعمل تقويم هلأ مشكلات مكتسبة يعني اللي بنحكي هاي خلقية لأنه ممكن إنسان بينخلق أصلا وراثيا أنه أسنان غير مصطفى بشكل جيد اللي بينخلقوا مثلا أصلا أسنانهم صفرة فيها صفار كبير مثلا مثل التصبغات النتيجة التتراسايكلين أو إشي بيكون في نفس العاج في عظمة السن في مشكلات كبيرة بينخلق فيها الإنسان هاي رح كتير يحب الواحد أنه يجملها نفس الشي فيه أشياء مكتسبة مثل الناس اللي لما بيكبروا طبعا مش بنخلقوا فيها مجرد ما يكون في الرضيع مثلا مثل عادة مص الإصبع بتخلي الفك العلوي خارج للأمام مثل مثلا أقض من أظافر كسر علب مثلا أي شيء هاي مكتسبة حتى البزر إذا كتير الواحد باستمرار في ناس مدمنين عليه بيكسر الأسنان هذا كل مكتسب مع الوقت يعني بيخرب الأسنان أو بيخرب شكل الفك نعم رح نحكي أيضا أكثر عن كسر الأسنان يعني في عنا سؤال كامل عن كسر الأسنان لكن خلينا نحكي أيضا في عنا خيارات يعني تجميل متعددة للمريد اللي بيي بدو يعمل مثلا تجميل لأسنانه خلينا نبليش من بعض المشكلات ويعني أهمها مشكلات التصبغات هلا تصبغات نفس الشي مثل اللي حكينا قبل شوي خلقية ومكتسبة التصبغات ممكن تكون بنفس عاجز سن يعني تكونت مع الإنسان مع تكون أسنانه هاي بتسئلها أسباب كتير إذا بنتطرق إلها مثلا مثل الأم الحامل إذا بتاخد دواء مثل التترا سايكلين أو إذا البلد اللي الشخص فيها كمية الفلوريد كتير عالية كمان هاي بتسوي صفار بعاجز سن يعني حتى بالطبيضة هذا مستحيل تؤثر على حملها يمكن تؤثر على الفترة ما بيأثر على الحمل هو بيأثر على آه بيأثر على الجنين لأنه بيدخل من المشيمة بيوصل للجنين خلال تكون أسنانه بيصير السفار من جزء جزء من تكوينة السن هاي كلها بتكون يعني عوامل داخلية العوامل الخارجية مثل التدخين مثل الناس اللي على طول بيستخدموا المصبغات عصير التوت والأشياء السوداء البيبسي المشروبات الغازية هاي كلها كمان عوامل خارجية بتسبب تصبغات الأسنام بس علاجهم يختلف تماما من حال لحال يمكن تختلف يختلف تماما لأنه الأسباب الخارجية أسهل إنها تتعالج مثل ممكن تتعالج بالطبيض بالقشور الفينيج مثلا أو تتعالج تتغطى أما إذا كانت مشكلات داخلية كالطبيض مثلا يعني مشكلة داخلية إنه نفس عظمة السن وتكوينته وبنيته تصر لونها أصفر صعب حتى إنها تتغطى أحيان بالقشور أحيان توصل لونها لبني أو أسود حتى على سواد يكون بهاي الحالات بصير فيه علاجات أخرى شعرتك دائما نحن بنحكي أنه لازم نراجع أطباء الأسنان بشكل دوري لتشيك على أسناننا حتى اللثة على فكرة إنه في برضو إلها أسباب إنه في ناس مثلا من التدخين هاي يعني سبب خارجي إنه ممكن يصير لونها أسود هاي كمان إلها علاج بتنشال بالليزر وفي أسباب داخلية وراثية نعتبر الليزر من التقنيات الحديثة من التقنيات الحديثة وصارت في كل مجالات الأسنان من تجميل زراعة حشو ما عنا صور لأسنان يعني هاي الصورة للتكسر هلا التكسرات كيف متعاجلت يعني كسر السن؟ هلا هاد مثلا هاي الأسنان انكسرت كسرها كساني كانت مع الشخص لما إيجا عملنا فحص لحياة السن لإنها السن حي مميت فبالتالي ما بنحتاج لنسحب عصبه ولا نلبسه كيف يعني حي؟ يعني السن عايش يعني العصب السن مميت إذا حطينا مثلا فيه اشي اسمه عنا كولتست حس في البرودة فإذا السن مجرد انه شكليا صار فيه كسر ما فيه مشكلة جذرية من جوا فمجرد حطينا عليها قشرة قشور بنيرز أصبحت متر بقية الأسنان كمان في عنا هاي هاي اش هاي ابتسامة هوليوود؟ هاي هي ابتسامة هوليوود يعني هلا ابتسامة هوليوود هاي هي ابتسامة هوليوود هاي الحالة رح نحكي فيها بس ودي أحكيلك على هاي الحالة أول شي هاي عدة علاجات بلشنا فيها بقص اللثة بالليزر لأنه بنلاحظ أطول الأسنان مختلفة فيه اشي طويل اشي قصير فهي كمان حتى قص اللثة له مجرمينس ومقاييس معينة خلصنا قص اللثة عملنا طبيض لللي فوق واللي تحت إذا بتلاحظ اللي تحت لونه مثل اللي فوق اللي تحت طبيض اللي فوق قشور طبعا القشور تمت بدون أي ساحب عصب ولا أي مشاكل حتى تخدير ماحتجنا إلا بس لسنين الباقي كله ماحتجنا له تخدير وإحنا عم بنحضر نعم نحكي عن ابتسامة هوليوود الآن أيضا معنا صور رح نستعرضها يعني بالحديث يعني في سياق الموضوع رح نحكي عن ابتسامة هلأ رح نحكي عن ابتسامة هوليوود و رح نحكي لك شو الفرق بين الصور هاي نعم ابتسامة هوليوود هلأ السرعة العالم نعم هي عبارة عن أنه مقاييس تكون الابتسام مصطفى بشكل شكل جميل ألوان لون جميل مناسب للبشرة ما يكون طبعا بضوي مثل الضوء نحن شايفينه نعم صحيح الشخص اللونه فاتح غير عن اللونه غامق كل إنسان بالبقله غير الثاني صحيح هلأ رح نحكي عنهم كل شخص بقدر يوصل لابتسامة هوليوود بطريقة مختلفة عن غيره ممكن إنسان يوصل لابتسامة هوليوود فقط بالطبيض إذا أسنانه مصطفى بشكل جميل هاي كلها ابتسامة هوليوود و أعتقد أنه في كسر في الأسنان أغلبهم قشور حكيت لك هاي الكسر كان من البزير وفي نقرات بالأسنان هاي صعب إنها تتزبط بشكل دائم لأن الحشوات تظلها تنعاد فالمريضة قالت أنا بدي إشي دائم كانت الحل هو القشور هذا الشخص كان عامل عنده فراغات بين الأسنان عمل تقويم مرتين طبعا المفروض إنه بيتصلح بالتقويم بتصلح بس هو حكى أنا ما بدي أعيد تقويم تاني فعملنا قشور سكرنا الفراغات نفس الشي بدون تخدير بدون برد للأسنان مجرد حطينا القشور هلأ مو كل الحالات ما بتحتاج برد المفروض إنه في برد خفيف جدا وفي حالات معينة بتحتاج البرد بس بالنهاية ابتسامة هولوود إلها طرق كتير الحصور عليها ممكن بالتبييد ممكن بالتقويم إنوصل صفة الابتسامة الجميلة ممكن بقص اللثة بالليزر لما تكون اللثة نازلة على الأسنان كتير نموها زيادة نقصها بالليزر أحيان بوصل للابتسامة بدون حتى قشور بدون أي شيء نعم أحيان بتكون مبين اللثة يعني بتكون كتير مزعجة اللثة بتكون نازلة تحت وحيانا دكتورة أيضا الأسنان السفلية بتكون متعدية أو أمام الأسنان يعني الأسنان العلمية بتكون داختة لجو الأسنان السفلية هي الطابقة أيضا إلها علاج هاي إلها علاج تقويمي على حسب الحالة أحيانا نحتاج بس التقويم لحالة وأحيانا فيه لازم تتدخل جراحات لأنه بيكون الفك السفلي متقدم كتير عن العلوي صعب إلا أنه سير فيه جراحة معينة لإرجاعه للخلف نعم طب دكتور أيضا من التقنيات الحديثة خلينا نحكي القشور الخزافية المسمى بالقشور الخزافية ما هي ميزاتها شو بتفرق عن الفينير أو هي نفس الشيء؟ هي نفس الشيء القشور الخزافية هي القشور التجميلية هي الفينيرز إلها أسماء هي اللومينيرز إلها إلها أسماء مختلفة ميزاتها عن الزوم والليزر والطبيض الزوم والليزر والطبيض هذا أشيء يعتبر أنت ما بتغيري أي شيء بالسن ما بتمسكيه أبدا مجرد أنه بنحط عليه مادة معينة بتفتح لونه القشور هي عبارة عن قشور خزافية يعني من السيراميك بتنحط فوق السن ميزاتها أنه ما بتغير لونها ما بتتأثر بتصبغات ولا بدخان ولا بقهوة بتضلها بحيوط 15 سنة وممكن أكتر إذا الشخص بيهتم بأسنانه ممكن تفلت من الأسنان يعني بشوف أيضا حالات أنه ممكن تفلت من الأسنان هلأ إذا هي نحطت بشكل دقيق إذا كانت مقيس مزبوطة إذا المادة اللاصقة مادة جيدة وكانت مادة الفينير كمان مادة جيدة مفروض أنها ما تفلت دكتورة من أكتر الأسئلة يعني اللي بتنسأل عن الإسماعيل هلوات خلينا نحكي في لها مضاعفات شو ممكن تعمل معي أحيانا بيحكلك الأطباء يعني أطباء الأسنان أنه لازم نبرد الأسنان وهذا الشي بيأثر لقدام على صحة الشخص خصوصا في الكلس يعني فإيش ممكن مثلا تسبب مضاعفات هلأ إذا كانت إذا تمت اكتسامة هولوود مع طبيب لسه غير متمرس بموضوع أنه كيف يحف السن أو شو يقديش يأخذ لأنه فيه معينة لبرد السن هو ما يعتبر برد أنا بعتبره تخشين لأنه لما أنت بس تاخدي شوي من السن 0.2.3 مليمتر من السن أنا ما بعتبره برد لأنه حتى بيتم بدون تخدير أنت بس على سطح السن أما إذا الواحد وصل إلى الطبقة الداخلية تدمر السن فلازم يكون تحت يد أخصائي متمرس كثير اشتغل حالات وأخذ دورات في هذا الموضوع لأنه لديه خبرة في الموضوع لأنه مشكلة لأن الأسنان نعتبره من الأجزاء الحساسة وإذا راحل جزء من السن لا يوجد أن يرجع تاني بالضبط هذا نعتبر نحن عيب الفينير الوحيد أنه غير مليمتر لا يمكن أن يرجعه مرة أخرى لأول نعم إذا برد لا يرجع أبدا نعم أبدا هناك حالات بسيطة ممكن أنه لا يبرد نعم نعم مثل شور الحالات مثلا الأسنان أصلا داخل جوا الأسنان صغيرة مثلا فنستطيع أن نضع فوقها القشرة بدون أن تتعرضوا أو تعرضوها للحف ولازم تكون مصطفى بشكل جيد ولازم تكون لها مقاييس معينة بس أكيد نسبة قليلة من الناس الذين ستتزورنا بالعيادة اللي سيكون مش بحاجة يعني إذا يجل المالد قال لي دكتورا أنا بدي أعمل فينيلز بدون ما أبرد أسناني ما بزبط هو اللي يقرر لأنه ممكن حالته بتحتاج برد خفيف صحيح هناك أشخاص بدون يخلصوا بسرعة أو في جلسة أو في جلستان يعني متعارف على في جلسات ابتسامة هوليوود هناك أشخاص مثلا أسنانهم تكون فيه سنين أماميين مثل حضرتي يعني طالعين لبرة فبيحتاجوا لتقويم بياخد وقت هلأ لما تكون مثل حضرتك أعتقد أن أسنانك حلوية لما بيكون فيه إشي بسيط كتير ملي واثنين ملي أنه عدم استفاف مع الأسنان مع بقية الأسنان هذا ما بياخد وقت كتير هلأ صار فيه تقويم شفاف يعني للحالات البسيطة اللي مثل هيك حال تقويم شفاف مو شرط التقويم الدائم اللي متعارف عليه اللي هو الثابت بالضبط بس كمان هذا مش لكل الحالات ما بزبط يجي المريض يقول أنا بدي أعمل تقويم شفاف يعني حسب حالته نعم الدكتوري اللي بيقيم بالضبط بالضبط الدكتوري يعني نعلنها على هوا مباشرة لأنه دائما بيسألونا أنه قداش بتكلف فيه عندنا تخوف من تكلفة اسمايل هلوود خصوصا أنه النوعيات بتختلف يعني في أطباء كل طبيب عن طبيعي يمكن تفرق تكلفة ابتسامة هلوود عنده شو تكلفتها؟ هلأ هي المفروض إلها تكلفة رينج معين بس أنه لازم الواحد يعرف لو كانت غالية كتير أو الطبيب طلب سعر كتير عالي هذا مش معناته أن هي أحسن وإذا طلب كتير قليل هذا مش معناته أنه كيف نقدر الميز إن شاء ما ننغش؟ هي إلها يعني رينج معين ابتسامة هلوود ما المفروض أنه لا تطلع ولا تنزل موجودة الأسعار بوزارة الصحة بنقابة أطباء الأسنان عندنا الأردنية في رينج معين المفروض أنه لا يطلع عنه ولا ينزل عنه فالمفروض أنه كمان يعني أهم من هذا كله من الأسعار الواحد ما يسترخص يعني ما يقول بدخيص كتير وما يفكر أن السعر العالي هذا هو الأفضل أهم شيء التمرس يعرف يختار طبيبه اللي شايف كتير حالات مشتغلها سامع عنه كتير بنجاح حالاته وعنده خبرة بهذا الموضوع طبعا دائما يعني في أي مجال وخصوصا في الطب الأسنان يعني لازم يكون في عنده أكسبرينس كتير منيحة في بدائل عن القشور الخزافية عن الفينيز؟ لا في بدائل بس بدائل دائم يعني نعتبرها دائم لما تكون نقول بتوصل 15 سنة نعتبرها دائم بس البدائل التانية ما بتزيد عن 3 إلى 5 سنوات فيه هلأ صار شيء متعارف عليه اسمه أو الفيسينج الكوتينج هاي عبارة عن نعمل فينيز مثل الفينيز بنفس العيادة بنغطي شكل سطوح الأسنان بنغطيها بحشوات بأطوال وأحجام متناسبة ولون مناسب بس هاي تتأثر هاي عيبها بتتأثر بالدخان والأهوة والمصبغات يعني 3 إلى 5 سنوات ماكسما بصير بدو يعيدها تكلفتها يمكن أقل أيضا أقل تكلفتها أقل خلينا نحكي بعض الفئات المجتمع تحب تتوجه للطرق البديلة بالضبط لكن الطرق البديلة مثل الطبيض والحشوات اللي هي هاي الفيسينج أنا بفضل كثير للأشخاص اللي ما بيدخنوا ومش مدمنين على القهوة لأنه مش رح يلحقوا يتهنوا عليها نكتور السؤال هيك سريع يعني قبل ما نختم الاستضافة حضرتك البوتوكس والفيلر والميزوثيرابي شو أضرارهم يعني هلا هم أضرار أضرارهم أنا كتير بحبهم هادونه أنا كتير بحب أشتغلهم بعياتي خاصة لما بخلص الفيسينج أو قص الليثة بالليزر بنشتغل قمي سمايل بأكتر من حالة بنعمل مثلا قص الليثة بالليزر بننزل شوية الشفة إذا كتير عضلة الشفة قوية بننزلها شوي بنريحها بالبوتوكس كتير صار فيه استخدامات تجميلية أضرار جانبية للبوتوكس والفيلر بالذات أضرار البوتوكس فعليا ما له أضرار إلا إذا عمل بطريقة خطأ إذا ما كان الطبيب متمرس إنه وين يحط المادة بالنسبة للفيلرز نفس الشي لازم تكون مواد نظيفة مواد جودة عالية لأنه تصراح المواد الرخيصة الواحد أبدا قلنا ما يسرخص بسحته المواد الرخيصة رح تعمل كومبليكيشن وإلتهابات هو في غناء عنها بدك تضطر تدفع يعني أكثر من سعر نحن بدنا نجمل مش بدنا نعمل إلتهابات ونبشر ونخرب نعمل إعادة الترميم لكن فعليا إذا عملت بالطريقة الصحيحة ما إلها أي نشكل أثار جانبية بالعكس أني بتعطي جمالية بالعكس البلازما من نفس دم الشخص بنفس الـ RPC الكرة الحمرة عن البلاتلت الصفائح من جامل نحقنها بتعمل جمالية كتير عالية نعم حتى الدكتورز نفسهم يعني في غالب الأحيان بيستخدموها ليشجعوا المريض أنه ما إلها أي آثار جانبية أو مخاطر طبعا أكيد دكتور سماح أبو جلالي شكرا جزيلا لك على هذه النصائح شكرا إليك كتير أنا كمان حابة سراحة أجرب إسمائل هولود عندك كتير خلينا مشاهدينا شرفيني أهلا وسهلا شكرا إليك خليت العفاظ الصغير وراجعي معكم شكرا إليكم شكرا إليكم